تحية طيبة لكل من يشاهدني وياكم علي هادي علي موضوع اليوم هو شرح ميزة موجودة بالفيسبوك الى استخدام يعني الاستخدام الاول هو استرجاع الحساب والاستخدام الثاني تم من خلالها سرقة الحساب وهي خطيرة جدا واني اسميها شبه ثغرة نعم هي شبه ثغرة لانه خطيرة وراح تعرف الشون خطيرة انه اي شخص يقدر يسرق حسابك بدون ان يرسلك اي ملف او اي صورة او اي رابط كل ما يحتاجه تلف امور الامر الاول هو معرفة البريد المسجل بالفيسبوك الخاص بك النقطة الثانية وجود ثلاث حسابات مضافة ضمن قامة اصدقائك الامر الثالث مدة 24 ساعة اي شخص تتوفر عنده هذه الامور راح يقدر يسرق حسابك لذلك انا سميتها بشبه ثغرة هي مو ثغرة برمجية هي بالعكس ميزة لكن لها استعمال ضار واني راح اركز على الحذر من هذه النقطة اذا المحافظة على حساب كل ما تحتاجه ببساطة اخفاء الاينيل الخاص بك وما يعرف بي اي شخص مثل ما اشرحت بالحلقة الاولى من سلسلة حماية حساب في الفيسبوك اذا تقدرون راجعوا الحلقة الاولى ورح تعرفون ليش اني اخفي البريد وما حد ما يعرف بي هذي الحلقة هي متممة للحلقة الاولى وبيها انه اخفاء البريد كيف تم انه شخص يعرف ايميالك وموجود عنده ثلاث حسابات مضافة كاصدقاء عندك يعني نفس الشخص هو راسلك ثلاث طلبات الصداقة وموجود عندك او ممكن متفق مع شخص ثاني مضاف عندك ايضا المهم هو كل ما يحتاج ثلاث اشخاص ومدة 24 ساعة انت مداخل الحساب بعد ما تخلص مدة 24 ساعة راح يقدر يخترق حسابك ما تقدر تسترجع مرة ثانية هذا الطيقة شون التم انا اعرف في الايميال فراح اضغط على نسيك كلمة السر اكتب الايميال للحساب فراح تطلع لي مجموعة من الايميالات يقول لك ارسل رسالة لهذا الايميال حتى تفعله المخترق هو ما يقدر يفتح هذه الايميالات فراح يضغط على لديك وصول الى هذا من بعد ما راح يضغط راح يظهر له ادخل بريد الايكتروني جديد فهو راح يضيف بريد الايكتروني يضغط متابعة راح تظهر له صفحة ثانية تطلب منه السؤال الامان هو ما يعرف هذا السؤال فراح يتخطى باستعادة حسابك بمساعدة الاصدقاء اهنا الخطورة راح يختار ثلاث اشخاص المعروفين عنده او الحسابات الموجودة ضمن قمة اصدقائك بعد يضغط على continue راح تظهر رسالة ثانية مكتوب بيها سيتم استعادة حسابك خلال مدة 24 ساعة خلال مدة 24 ساعة اذا صاحب الحساب بدخل وفتح الحساب راح الفيسبوك يسترجع الحساب وراح يتظهر له صفحة بانه ادخل كلمة المرور فاذا تم تغيير الباستورد وتم تغيير الايميل وهنا نسرق حسابك لكن انت خلال 24 ساعة اذا سجلت الدخول راح تلغي عملية سرقة الحساب لذلك هذه النقطة هي خطرة جدا واكرر الحذر من هذه النقطة وللتخلص منها ويعني المحافظة على حسابك كل ما عليك انه تخفي ايميلك ما يعرف باي شخص هذا الايميل طيب اشرحنا لاستخدام المضرر لهذه الطريقة نجي للقسم الثاني هو الاستخدام المفيد لهذه الطريقة هذه الطريقة تمكنني ان استرجع حسابي مثلا نسيت كلمة المرور للحساب ونسيت كلمة المرور للبريد الاليكتروني وما اقدر ادخل الحساب كل ما احتاجه انه اكتب الايميل واختار ثلاث اصدقاء موثوق بهم راح الفيسبوك يرسل لهم رمز لكل شخص اجمع هذه الرموز واضيفها بالصفحة تظهر لي فراح اقدر استرجع الحساب ابنهاية كلامي اتمنى انه يكون الفيديو واضح للجميع وفي الختام لا اسعن القول الا السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته